ربنا يعطينا العمر والصحة ونظل نعلم عليهم وعلى أهليهم سنتين، سنتين من النباح المتواصل حدا ما عنده ولا شغلة ولا عملة بالحياة إلا ما جيخزام صنعوه بالأساس قالوله طلع خليها تلتهي فيك ولما عرفت الطبخة رفضت مرة مرتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، ثلاثين، خمسين بث عمل عني ولا عبرته واليوم قررت ارميله عظمي لأنه نباحه زاد عن الحد لا كان يستحي ولا يخجل أنا شخصيا إذا بعمل خمسين حلقة عن شخص ما بيعبرني بخجل ولكن هالأنواع لا في حياة ولا في خجل قال عني مبشرة، منصرة، منفرة طبعا إلي كل الفخر مبشرة باسم الرب يسوع المسيح لكل عبيد الشيطان الجالسين في الظلمة ليجوا للنور والحق والحياة ويعيشوا هون يورته الأبدية منصرة لأني الوحيدة لقدرت بالأيام الأخيرة أنصر المسيحيين على كل عبدة الشيطان من مسلمين وغير مسلمين منفرة للشياطين ولعبيدهم ولأتباعهم وإلي كل الفخر اليوم عنا درس لعهر ظلام الدين عمر نور الدين على فكرة هاي الطريقة اللي بتتبع معي تبع تعملولي صور مشوهة مثل داخلكم العفن اللي مشوه ما بتمشي معي هاي طريقة ولادية شوف مثلا حلو هيك بيحقك نعملك صور بهالشكل تخيل مثلا شايف طريقة جدا ولادية يعني ولد صغير بيقدر يعمله ببساطة طبعا هاي اللي علاج بينك من كتر السجود بالتواليتات بتتمنى منك تتعلم وتسجدوا بأماكن تكون طاهرة إذا لقيتوا حواليكم أماكن طاهرة أصلا الكتاب المقدس قالنا كذاب وأبو الكذابين عن مين؟ عن معبود أمثال هؤلاء من الكذبة هدول بيتنفسوا كذب بيعيشوا على الكذب بيشربوا بياكلوا كذب بتعموا أولادهم حرام من مال محصلينوا من كترة الكذب كذبة من كذباته الماضية كانت إذا بتتذكروا عن جرس لكنيسة من كتر ما عملت حلقات عن إنهم يهلكون انحرجوا اللي مشغلينه أسياده طبعا هذا لا شيخ ولا شخيخ هو عبارة عن حدا هلا برجيكم حقيقته بالضبط هو حدا صنعه فقط للرد على ما يخزام ولا يسوى نكرة بدون ما يخزام ولكن أسياده اللي مشغلينه نقهروا كتير فكان اللي بدي يردوا علي لو بالكذب فلقوا قصة إذا بتتذكروا جرس لكنيسة شوفوا عمر شو عمل بجرس لكنيسة بتشوفوه الآن ده واحد بيضرب الجرس لكنيسة الرب علشان الناس تروح تصلي أمن ربه وأخدم عفوه فمات هذا الرجل وهو يضرب الجرس حتى يصلي الناس في الكنيسة شوفوا حقيقة هذا الفيديو لا وقع ولا أخدو هدول الكنائس بالغرب الرجال الكنيسة بيتسلوا تسلاية بالمخاطر فهن لعبة بيعملوها أنهن بيطلعوا وهن ما بيسموه بيربعوا الجرس فبيطلعوا وهلأ رح نشوف مع بعض كذا مقطع بالغرب ولكن لا تعرفوا أي إله بيعبدوا أنواعها الشيوخ اللي بيرتضوا يقطعوا فيديوهات ويكذبوا على أتباعهم اللي يخدرون يقولولهم مو بس أنتوا بتموتوا بهالطريقة لا المسيحيين كمان المؤمنين منهم بيموتوا ما فشرتوا على رأبتكم حضروا شوفوا كيف رب المسيحيين بنجيهم المخاطر حتى لو كانوا عم يلعبوا لعب نلاحظين هن بيوقفوا بهالطريقة هن بيحبوا يطلعوا على الجرس ويوقف بهالطريقة طبعاً اللي بغى الأصحاب الكروش وشلون بدون يفهموا بما معناه اللياقة والرشاقة والخفة كل واحد فيهم بيحطوله منزف بيقعة بيضل بينعلف هيك ليموتوا بالخمسين سنة ويرجعوا بينزلوا من جديد هي حقيقة الفيديوهات اللي قطعوها ونشروها ليحاولوا بالكذب ينصروا الله ورسوله هي حدا تأجبت لكم خمس ست مقاطع لما حدا يجي يضحك عليكم بعض اليوم بهالطريقة شايف حجبغل كيف واقفين؟ طبعاً هاي الوقفة انت منولاك انت أكتر شي تطلع تعيش ولادك مثل الولاية من ورا العلاك واللاعي اللي بتقوم فيه شغل ما بتشتغل، أعمال ما بتعمل، كرشك صار رح يدق بالكاميرا بعده شوي فشون بدك تفهم اللي عم حاول أشرح لك نبيهم حلل لهم الكذب هو قال لهم، قال لهم عندكم التقية وعندكم المعارض شوف وين بتكون بأي ظرف لتنصر، المهم تنصرني بأبري المهم تنصر الله ورسوله، نصر دينك لو بالكذب، لو بالاحتيال، لو بالنفاق، لو بالنصب، لو بالشحادة اللي بتقدر عليه، بس نصروا بيقبروا لأنه عنده معركة ما زالت لليوم بالقبل ما بعرف مع مين كان انكر وانكير فهني مضطرين على نصرته بهاي الطريقة طبعاً هو موقفة كذبه على المسيحيين، ما هو ما عنده محتوى مضطر على الكذب ليعبي فيه محتوى يضل ينشاف ويضل يجي ليكات ويركى بالتريند حتى وصل فيه الأمر أنه هو كذب بقول على رسول الإسلام هدول مشايخ نصف رنك، تعرفوا شو يعني نصف رنك؟ يعني بيشترون ببلاش، بيحاولوا يعملوا منهم شيء بس قدام المسيحيين ليستروا، ما أقوشهم أنه ما عندهم ولا حدا يعرف يمثل هالدين مثل القلق والناس وبعدين بيكبوه مثل ما كبوا اللي قبله خلنا نشوف هذا الرخيص كيف هو نفسه كذب على الإسلام بقصص إسلامية كمان إلى خطأ أنا وقعت فيه، قلت هذا الكلام اسمعوا معيه وصدق في هذا الشاب وأمثاله طبعا هون طلع يصلح ليه؟ لأنه بالجزمة الأديمة هدول إلهم أسياد هدول مو مثلي أنا بني قدمي حرة سيدة نفسي لا سيد لإلي إلا الرب يسوع المسيح هالأشكال هاي بيكذبوا أوقات بمرؤولهم الكذبات أوقات بيطالعوا بالجزمة بيقولوا طلع تزر يلا يا كلب منك لإله لحتى أنتوا تتعلموا كذبكم فقط يكون على الدين المسيحي ما تقربوا على الإسلامي شوفوا شوفوا أدي حجموا الحقيقة طول النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة طبعا هاي الطريقة اللي بيحكي فيها الواسق من نفسه قال محمد قال لهم الخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة فقالوا له خير مين خير مين يا معفن خير مين أنت شايف شكلك على المرأة يا خير وإيا أمي اطلع واعتذر شوفوا هلا طلعوا من غرفة أخته غرفة كلها بينك زهر وطالع هو كمان مثل اللي أكل على أفا تفرجوا تفرجوا مش هيخكنوا وحجمونا الطبيعي لما بيقولولهم يلا طلع واعتذر الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يسامحنا وأن يغفر لنا ما زلت فيه أقدامنا مو أقدامك اللي يزل هو لسانك بس لسانك وقدمك واحد نفس العفن هذا خطأ هذا ليس حديث ولا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شايفين بهدلوه حدا حده واقف حد الكاميرا بيبهدله بيهزه بيمسح فيه الأرض وهو طبعا لأنه هلا طلع بكسبة جديدة أي خبر مسيحي بيقدر يستعمله لينصر الله ورسوله ويحاولوا يستروا ماء وجهن من الهلاك الكبير اللي عم يقش أمة محمد ما رح يقصره فأخذ موضوع القص تبع كينيا مجزرة كينيا اليوم مضى الحدا ما سمع فيها أنه في قص بكينيا دعا أتباعه للصوم حتى الموت وماتوا عشرات الناس يمكن 30 40 50 لهلأ فيه جسس عم يطلعوا وقامت لإيامة بكينيا وبالعالم أجمع أنه شو هذا التعليم من وين جايبه أنواع هذا الحشرة استعد هذا الأمر قال لك شفته كمان المسيحيين بيهلكوا كمان المسيحيين بيموتوا الحقيقة كمان يا عبد الكذاب يا كذاب فشوف شو حقيقة هذا الأمر هاي المواقع اللي اليوم بعد التحقيقات دلت أنه الخبر كله على بعضه لاحظوا الجسس اللي عم تنشال مسروقة منه أعضاء القصة ببساطة هي سرقة أعضاء يعني القصة لا قص ولا شيء ولما دوروا وراء القصة اللي هلأ عم تتم محاكمته تضح أنه سائق تاكسي باعت تاكسي وبيته وأملاكه وراح أخذ أرض عمل عليها مثل كنيسة لإله طلب من الناس يبيعه ويعطوه وبكينيا الوضع العاطفي إكستريم يعني بكل شيء إكستريم عندهم صدقوه بدك تقل لي وين إلههم ما نجاهن لو بيعبدوا الرب الإله الخارق الحقيقي ما لحقوا شقفة نصاب ضحك عليهم بشيء اسمه صوم حتى الموت أصلا وهو ما نوارد أبدا بالكتاب المقدس لا في طائفة مسيحية صامت حتى الموت ولا الكنيسة الأولى صامت هذا النوع من الأصوام ولا حتى تلاميذ المسيح لما سألوا المسيح ليش تلاميذك ما بيصوموا قال لهم العريس معهم طالما العريس موجود معنا فهذا الصوم أصلا تجويع الجسد تركناه لإلك وللعبيد اللي متلك فتعليم غريب جابوا شخص مأجور سياسيا مأجور من مافيات لسرقة أعضاء الناس ضحك عليهم بقصة أنه موتوا رح تقوم لإيامي هلأ بـ 15 نيسان والبسطاء العقل رحوا وراوا صدقوا طبعا هاي من أبشع الجرائم اللي ترتكب اللي فيها حدا بينتحل صفة رجل الدين ليضلل الناس وياخدهم للهلاك لأغراضه السياسية أو المادية أو غيرها بس هالحالة بالمسيحية سائبة ومو أسيس ومو حالة مسيحية مجرد نصاب نصبه احتيال وما بيطلع واحد بالمليون من ضحايا المسلمين على أيدي مشايخكم لك إلك عين تحكي مفروض اللي متلك يحط راسه بالأرض ويخجل ولك بتعاليمك بقرآنك بأحاديثك بمشايخك بتشربوا الناس بول قبل بتخلوهم يتمتعوا بيشرب البول ويتمتعوا بأنهم يروحوا يبوسوا حجر لا بينطقوا لا بحس ويتمتعوا أنهم يشوفوا أولادهم عم ينضربوا قداما من أجل تحفيظ القرآن ويتمتعوا بأنهم يقدموا نسوانهم وأمهاتهم لو محمد عايش للنكاح ليتمتع فيهم كما يشاء وإنت اليوم إذا بقلك ليكم محمد رسولك عايش قال بده أمك ومرتك لتقوله خضهم تبعطلو ياهن على طبق منفضة لأنه بلا شرب فكل هالتنازلات وهالأرف اللي بتقدموه لأله ورسوله إلكون عين إذا يطلع واحد منتحي لشخصية أسيس هو سائق تاكسي يمكن تمسكوا هالغلطة وتعملوها تعمموها على المسيحية جمعاء اللي ما في ولا طائفة ولا كنيسة صومت الناس بهالطريقة ولكن من ولك الشرف هاي الأساس الحرب بده شرف يعني أنا الحالات اللي بجيبها كلها مثبتة ما فيكن تطلعوا وتقولوا ما جي كذبت بحالة وحدة أو ألفت أو حورت أو أقططعت بس هاي الأساس أنك أنت تفضح المستور بده شرف وأخلاق وأنت واللي معك واللي مشغلينك ما بتمتلكوه بالنهاية حاول يا كلب اللايكات ما أسمع بإسماك أنك جبت اسمي على لسانك القذر أبدا وهي قصة الريحة وشامم ريحة وريحة عفنة سكر تمك النجز بتبطل تشم روايح ومن الآخر إذا بتجيب اسمي على لسانك لا تجمع اللايكات لحتى أعملك صفعة تانية ما تنساها بعمرك كله ماشي؟ بالنسبة لكلب اللايكات هاي على فكرة مشتيمة هذا وصف خدوا شوفوه على حييته جامع شلت الشيوخ هدول نفسه اللي كانوا يضربوه على أفاهو صغير ليحفظ القرآن فجامعا على كبر ليتعميهم والشيوخ مجرد أنت تعبك روشهم وتعطيهم نسوان بيعملوا لك اللي بدك يا فهون بتلاحظوا قاعدين كلهم بيهدؤون تفتكرهم مجموعين ليصلوا لأ مجموعين بس ليقلوا لكم حطولوا لايكات لهذا البغل اللي قاعد لأنه طعمانا اسمعوا اسمعوا هذا مو كلامي أنا اسمعوا هني وصدقة جارية إلى نيارة الله الأرض ومن عليها جزاكم الله خير الجزاء بيعطوكم صدقات بيوزعوا بيكبوا صدقات جارية يعني تحط لايك وخد صدقة هني عاملين كونتراكت مع الله ورسوله كل حدا بيصلي على محمد بياخد صدقة كل حدا بيحط لهم لايك لها البغال بياخد صدقة ما الكلام ببلاش توزيع الكلام والصدقات ببلاش بالإسلام وبشكر حبيبي على الطعام الجميل اللي طعمناه جزاك الله خير الجزاء شكر الله لشيخنا الحبيب الشيخ أيمن نتمنى من المتابعين ركزوا شو بيتمنى منكم ما بيتمنى منكم مثلا انكم تنصروا الإسلام انكم انتم تكونوا على خلق انتم تكونوا تمثلوا الإسلام خير تمثيل ركزوا شو بيطلب هم يعني ينتبهوا نصيحة الشيخ واشتركوا في قناتي أنا يعني لزاكم الله خير اشتركوا بقناته لكلب اللايكات اشتركوا بقناته وحطوله لايك وسبسكرايب طبعا ما حدا اشترك هذا الفيديو عمله قبل سنتين هو طلع وعي الشخصية النكرة صنعه قبل سنتين فقط للرد على ماقي خزام وبلش اعطوني لايكات والشيخ بيقلو لكم وكذا وكرمال حبيبكم محمد ما حدا شعله من أرضه لهذا البغل قالك ما في غير ماقي خزام وفعلا كل أسبوع كل أسبوع بيعمل حلقة عني هالمرة رديتلك غير مرة ما نفاضيتلك اللي قبلك مسحت في الأرض إذا بترجع بتعيدها مرة تانية مثل ما مسحت بأسلافك الأرض رح أمسح فيك الأرض على المزبوط ولأن تقادرتم لأزيدنكم ترجمة نانسي قنقر